معانا سؤال هل يجوز الصلاة بالفانيلا الكات والصلاة تقبل ولا لا؟ يعني في البداية لازم أأكد على مسألة مهمة يعني من باب تأصيل المسائل يعني إن ننبه إلى إن الحكم على أفعال المكلفين عشان أقدر أقول إن الفعل ده يعني وضعه إزاي فالحكم بيكون بيكون بالصحة أو بالصحة والإجزاء أو الفساد والبطلان بمعنى إن أنا بقول الفعل بتاع فلان ده في أداءك الصلاة يا إما صح يا إما هذا الفعل خطأ ومش مواكب للشرع الشريف يبقى أي فعل بيبقى البناء الحكم عليه من خلال الأدلة الشرعية وفي الشرع الشريف هناك شروط لصحة الصلاة يعني ليه بتتضمن تغطية العورة سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة وبالنسبة ليه الرجل عورته في الصلاة هي من السرة إلى الركبة ولكن من المستحب إنه يعني يرتدي الرجل ثيابا تغطي الكاتفين أيضا لأنه هو في حالة يعني شريفة هو يقف فيها بين يدي الله تعالى يناجي ربه عز وجل وجاء في الحديث الشريف الصحيحين عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء العاتق يعني الكتف وفهم العلماء من هذا الحديث استحباب تغطية الكتفين في الصلاة نتكلم للرجال يبقى فهم العلماء من هذا الحديث استحباب تغطية الكتفين في الصلاة وبناء على ذلك فإن الصلاة الإنسان ييجي يصلي فيه وهو لابس الفانيلا اللي هي بتكشف الكتفين الصلاة بتعد صحيحة مدام إن العورة وهي ما بين السرة ما بين السرة والركبة مستورة لكنها ليست الحالة الأكمل للوقوف بين يدي الله تعالى فالأفضل والأولى للمصلي أن يحرص على إنه يغطي كتفي أو عاتقي تحقيقا للأدم وكمال الهيئة في الصلاة يا صاحب السؤال